قرار المالية رقم 116 بتنفيذ الأحكام القضائية وكمان أخبار عن 27 ألف جنيه بأثر رجعي وتعديل للبدلات والحوافز والمكافئات والأساسي شاهد مستحقاتك المالية بالتفصيل بالمستندات حنتعرف على كل مستحقاتك المالية تعالوا معنا نشوف المستندات بالتفصيل المستند اللي معنا النهاردة بيغير كل عناصر المرتب وبيعيد لأصحاب المعاشات مبالغ كبيرة بأثر رجعي لم يصرفوها أثناء مدة خدمتهم الكلام ده حقيقي وعلى أرض الواقع حنعرض لحضراتكم حنعرض لحضراتكم المستندات سواء المستندات دي قضائية أو مستندات صرف والمبلغ المالي الذي تم صرفه وقرار المحكمة في منطوق الحكم وقت تنفيذه بنقول لكل موظف لكل صاحب معاش يسارع بالحصول على جزء من حقه لأن الصرف وتعديل كافة عناصر المرتب على 2017 هو جزء من اللي المفروض يحصل عليه يعني اللي هو على 2017 ده جزء من حق الموظف أو صاحب المعاش اللي مفروض كانوا يحصلوا عليه والمستندات اللي معنا النهاردة يا جماعة هي من زميلة المفروض أن هي حياليا على المعاش وهي الزميلة دي رفعت دعوة قضائية كما هو واضح أمام حضراتكم على الشاشة القضية دي في محكمة القضاء الإداري في دمياط الدعوة تحت رقم 223 لسنة 2012 قضائية تم رفعها في 19 سنة 2022 وتم الصرف هذه الأيام أما بالنسبة لحاسيات الحكم وهي برضو موجودة دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشة فهي لزميلة دفع رفعت دعوة قضائية ضد كل من محافظ دمياط بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم بصفته طالبة في دعواها احتساب كافة عناصر المرتب من حوافز وبدلات وكذلك المكافآت وكل المزايا النقدية على أساسي 36 2016 بحيث لا يقل الأجر عما تتقاضاه في 14 5 2017 ده كان حاسيات الحكم يا جماعة تعالوا بقى نشوف هل المحكمة الإدارية العليا استجابت لهذه الحاسيات أو لهذا الطلب أو لهذه الدعوة تعالوا نشوف مع بعض منطوق الحكم بيقول إيه وزي برضو ما حضراتكم شايفين منطوق الحكم دلوقتي قدام منكم على الشاشة وبيقول منطوق الحكم حكمة المحكمة بقبول الدعوة شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعية في إعادة ما تحصل عليه من البدلات والبدلات يا جماعة هي عبارة عن بدل المعلم والاعتماد والمكافآت والحوافز وكافة المزايا النقدية والعينية وذلك على النحو المبين بالأسباب على ما يترتب على ذلك من أصار وفروق مالية بأصار راجعي طبعا الفروق المالية زي ما أنتم عارفين بتختلف من موظف لآخر حسب الدرجة الوظفية والزميلة التي معنا كانت كبير معلمين خرجت على المعاش وتم صرف لها أربع سنوات من الخمس سنوات التي كانت في الخدمة أثناء ما كانت موجودة وكات الفروق بتتعدى 27 ألف جنيه طبعا الذين على رأس العمل بيختلفوا تماما لأيه؟ لأن لهم مزايا أكتر وهي تعديل كافة عناصر المرتب والبدلات والمكافآت يعني زيادة على الأصل المتجمد كلهما بالغ شهرية وزيادة شهرية فنسارع برفع دعوة قضائية بتعديل مرتبك وتعديل أساسيك وكافة عناصر المرتب وزي ما شفنا حضراتكم يعني أمامنا كلنا المستندات واضحة ومضمونة إن شاء الله بنسبة 100% اللي لازم يا جماعة طالما في حاجة زي كده وطالما مثلا في حالة زي كده رفعت دعوة قضائية وخادت حقها طبعا لازم إن هو زي ما حضر القرفين فيه بعض الحالات وبعض الحقوق ما بتتخذش إلا بكده بعض الحقوق ما بتتخذش إلا عن طريق رفع دعوة قضائية ويعني نصبر عليها وننتظر حكم القضاء وطالما إن حضرتك ليك يعني حق إن شاء الله وقدمت الورق والمستندات واستندت طبعا لمثلا حالات مشابهة أو كده ده بيدعم موقفك في الدعوة القضائية اللي حضرتك بترفحها وبيخلي يعني المحكمة بتستشف إن فعلا الكلام ده بيسوه بحالة مشابهة وفي الآخر ممكن آه ممكن هي ممكن مسلا تاخد شوية تولح حاجة عشان برضو المحكمة بتحب إن هي طبعا بترجع للأوراق وبترجع للمستندات وبتشوف مسلا لو حد مسلا اتصرف له وحضرتك ما اتصرف لك شي لو في فعلا الناس اللي هي الزميلة دي كترفع دعوة القضائية ومستند ليهم وزير التعليم أو المحافظ أو وكيل وزير التعليم أو الناس دي دول بتستند لهم لإن هم مفروض إن هم في وقتها ممكن تكون هي مثلا لجأت أو قدمت شكوى أو أي حاجة محدش طبعا صفها وكان مفروض إن هم بدورهم إن هم يعني يعملوا على إعادة الحق إلى مستحقية فلما ما حصلش كده وهي استنت لما خرجت على المعاش ورفعت الدعوة القضائية دي ممكن تكون خدت مثلا ست شهور خدت سنة خدت يعني وقت زي ما خدت لحد المحكمة زي ما قلنا ما بتستند لإن هي بتطمن للأوراق وكده وفي الآخر بيتحكم لها بحقها وبتاخد الحاجات دي بأثر راجعي سواء كانت زيادة مثلا بتترضي لها مثلا وبيعود الكلام ده بنفع عليها في المعاش أو لو كانت مثلا مبالغ متجمدة بتاخدها كلها مثلا دفع واحدة بأثر راجعي وأحيانا يا جماعة والله المبالغ دي بتبقى يعني مبالغ مثلا يعني بتعمل مبلغ يعني يعني مثلا لو فرض مثلا هي لها مثلا احقية مثلا في السنة مثلا لو لها مثلا خمس سنين وليها مثلا احقية مثلا في الشهر مثلا كان مفروض مثلا يعني الفروق اللي بتكلم عليها او رفع بها دي مثلا لو فرض مثلا الشهر مثلا كان لها مثلا وليكن الف جنيه في الشهر في اتناشر شهر مثلا باتناشر الف جنيه مثلا يعني مثلا لو هي مثلا في اربع خمس سنين يبقى مسح حوال ستين الف جنيه. طبعا برضو يعني ايه? هو مبلغ اه مش كبير اوي ولا زغير اوي بس برضو وحقها. وبرضو مفيش حد النهاردة وفي وقتنا الحال يدوت في الزل الازمة الاقتصادية والتضخم والازمات اللي احنا عارفينها كلنا. مش محتاج. كل واحد طبعا الظروف الاقتصادية اصلا اه تعبى لكل. فما يعني حاجة زي كده برضو. اكيد برضو تسند حاجة تعمل حاجة. وهو حقها. حقها. وحق غيرها. فاحنا بنقول لك يا جماعة اللي حابب ولا حاجة ان هو بيستند لحاجة زي كده وعندوكم الفيديو. شوفوه برضو ممكن ايه اه يعني اللي يكون بنفس اه زروف الزميلة اللي بقت الحاجات دي ممكن يعني يلجأ لمحايم ويرفع دعوة قضائية وياخد حقه. ان شاء الله مدع حق ورقه مطالب. اه بنعتذر عن الاطالة وبنتمنى من حضراتكم اللي لسه مشاركش في القناة. اشترك في القناة دعمونا باللايك والشير. اللايك كتير والشير يا جماعة بيخلي الفيديو بياطف محركات البحث. وحضراتك بتاعة حزنات بفضل ربنا سبحانه وتعالى وان انت ساعدت غيرك في ان يحصل او يقدر يلاقي الفيديو. فحاولو زر الجرز او الاختيار اول. او اه الكل. وبنزكر حضراتكم ان احنا بقى نللين معاعدين. الوقت الساعة اتنين وساعة ستة. اه يعني بنسبة تسعين في المية ان شاء الله او خمسة اتنين في المية ان احنا ان شاء الله بننتزم به. مكنش كده ممكن لو تاخرنا شوية ازورونا برضو عشان يعني مشاغلنا وممكن يبقى اكتر من فيديوين كمان. بنعتزم ارتانا للاطالة. كان معكم سيد شاكر من قناة اشرح لي. اشوفكم على خير.